أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان ويبدأ ماراثن الموسم الدرامي المزدحم والمليء بالزخم على قنواتنا على المتحدة ودي أول مرة نعرض أول أخبار وأول نظرة على مسلسلاتنا في شهر رمضان الآن السنة دي عندنا 16 مسلسل على قنواتنا تتنوع ما بين المسلسلات التاريخية الاجتماعية الكوميدية والحقيقة أنه هتلاقوا أيضا في تنوع آخر مش بس في النجوم والكتاب والمخرجين ولكن تنوع في مدد المسلسلات يعني في مسلسلات 30 حلقة زي ما احنا متعودين لكن في مسلسلات 15 حلقة وفي مسلسلات 20 حلقة أيضا ففي تنوع في أشكال المسلسلات هتلاقوا جرعة أو جرعة تاريخية الحياة كبيرة السنة دي عندنا جرعة تاريخية ودينية يعني معتبرة وعندنا كمان جرعة اجتماعية وكوميدية ومسلسلات التي تعني بقضايا المرأة أيضا موجودة بشكل كبير على قنواتنا وعلى هذه المسلسلات والله بقى نقول لكم أول نظرة على مسلسلاتنا في رمضان الستاشر ونبتدي بنجمتنا الأكبر يسرى يسرى ألف حمد الله على السلامة مع يسرى وشايماء سيف ومعيان السيد وسامة إبراهيم وأدم الشرقاوي تأليف محمود زول فقار وإخراج عمر عرفة مسلسل 30 حلقة زي ما انتوا شايفين وكده ألف حمد الله على السلامة كوميدي اجتماعي نروح بقى لضرب النار بتاع ياسمين عبد العزيز وياسمين عبد العزيز السنة دي نزل ضرب نار ضرب نار هي والعوضي هي أحمد العوضي في تاني لقاء بيجمعهم بعد طبعا النجاح الكبير اللي ملوش كبير في 2021 مش سنة فات السنة اللي قبلها ضرب نار زي ما انتوا شايفين من الصور خلي الصور فول فريم يعني ضرب نار الجميلة ياسمين عبد العزيز اللي بتعود بتقلق شديد من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري منازكي والنجمة منازكي تتحدث هذا العام عن قضايا المرأة ومنازكي معاها في البطولة في تحت الوصاية محمد دياب سامي مغوري نسرين أمين تأليف خالد وشرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير والمسلسل بيناقش قضايا اجتماعية تتعلق بتمكين المرأة وما تتعرج له النساء بعد وفاة الزوج ومعاناتها من المجلس الحزبي طبعا دي قضية مهمة احنا اتكلمنا كتير عن المجلس الحزبي ودي قضية مهمة بتعالجها مونازكي في مسلسلها تحت الوصاية هذا العام عملة نادرة نيلي كريم بقى نيلي السنادي الصعيدي صعيدي نيلي ذهبت جنوبا إلى الصعيد وعملة نادرة لنيلي كريم يشاركها جمال سليمان وهشام عشور وأحمد عيد ومن تأليف طبعا الكاتب الكبير السيناريست الكبير متحة العدل وإخراج محمد العدل وأتمنى أن يكون عندنا فقون الكبير قوي كعاته الكبير قوي جزء السابع بقى والكبير قوي معاه طبعا العظيم مكي ومعاه مربوحة لازم هتفضل معاه مش هتسيبه ورحمة أحمد وفيه طاقم بقى الكبير قوي محمد سلام وهشام اسماعيل وبيومي فؤاد ومصطفى غريب مسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج المخرج الكبير الكوميدي أيضا أحمد الجندي نروح بقى لمسلسلات أخرى يعني اجتماعية أكتر سوق الكنتو أمير قرارة النجمة أمير قرارة اختار سوق الكنتو ومعاه النجمة الجميلة مية عز الدين فتحي عبدالوهاب كمالة بورية وتأليف الكاتب الجميل هاني سرحان واخراء حسين من أباوي ده نفس الطقم اللي كان السنة اللي فاتت حسين من أباوي ومية عز الدين وفتحي عبدالوهاب كانوا برضو عاملين مسلسل جزيرة غمام السنة اللي فاتت كان مسلسل مهم جدا هنا بنتكلم على شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في رحلة تبدأ من سنة ستة واربعين وتنتهي أربعة وخمسين بجلاء الإنجليز عن مصر مرحلة تاريخية مهمة نشوف أحداثها في سوق الكنتو وأمير قرارة ومية عز الدين سره باتع أحمد فهمي ومعاه مجموعة كبيرة من النجوم هتشوفه بقى أسامي كبيرة جدا وقبل ما أقول الأسامي هو تأليف وإخراج المخرج الكبير خالد يوسف خالد يوسف يعود مرة أخرى للإخراج هذه المرة بدراما تلفزيونية دراما عصرية تاريخية سره باتع أحمد فهمي حسين فهمي صلاح عبدالله هالة صدقي نجلاء بدر كريم فهمي أحمد عبدالعزيز حنام مطوع عدد كبير جدا من النجوم دراما عصرية تاريخية بتدور أحداثها بين زمانين خالد يوسف بقى هيعمل لنا مفاجأة كبيرة زمانين بين الحاضر والماضي والبحث عن سر بين الحاضر والماضي والماضي بقى في زمن الحملة الفرنسية أنا طبعا مش عايز أحكي لكم تفاصيل كتير نحن بس بندي لمحات من هذه المسلسلات عشان ما نحرقاش في الأيام الجاية هنتكلم أكتر عن كل مسلسل بس حبينا أن نحن نزيح السطار لأول مرة عن هذه المسلسلات إذن خالد يوسف يعود مرة أخرى للإخراج والمراضي في دراما تلفزيونية أهلا بك يا خالد وسره باتع العمدة العمدة مسلسل إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وتأليف محمد سامي أيضا ومهاب طارق نذهب إلى مسلسل آخر الصفارة أحمد أمين شكله كده كوميدي ومعاه طهد سوقي ومحمود البزاوي وتأليف محمود عزة وإخراج على إسماعيل وأحداثه حول قصة مرشد سياحي بيسرق قطع عسرية صفارة الملك توت هتاخده بقى لرحلة في الماضي وتركه أحمد أمين لازم هيعمل كوميدي حضرة العمدة روبي روبي حضرة العمدة والعظيمة سميحة أيوب أحمد بدير وفق عامر بسمة أحمد رز دينا وكثير من الفنانين وتأليف الكاتب الكبير زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى وإخراج عاد الأديب ويعود عاد الأديب للإخراج مرة أخرى في رمضان سعيدة بوجود عادل طبعا في موسم رمضان أحداث المسلسل سيدة يتم تعينها عمدة دي قصة برضو لطيفة ويعني قصة بتهم المرأة أيضا إزاي ست هتبقى عمدة في الريف وتواجه هذا المجتمع طيب علاقة مشروع عن نجم ياسر جلال وهنا دخلنا في مسلسلات الخمستاشر حلقة ياسر جلال مع النجمة مي عمر خالد الصاوي وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي دي برضو فيها قصة فكرة اجتماعية مهمة الزواج التاني أثر السلبي على الأسرة العنف ضد المرأة تأثير الزواج التاني على الأسرة والأبناء فيعني برضو قضية فيها عنف يعني فيها تخص المرأة ومناقشة اجتماعية مهمة جميلة هي ريهام حجاج السنة دي جميلة معاها سوسن بدري أسر اللوزي أحمد وفيق هاني عادل عبير صبري عبير صبري كانت مع ريهام السنة اللي فاتت وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز مذكرات زوج بقى دي خمستاشر حلقة برضو وده النجم طارق لطفي بيوشاركوا عيشة أحمد خالد عيشة بن أحمد خالد الصاوي نور النبوي ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج مريم الأحمدي وفيه مشاكل زوجية كده شكله طارق هيشتغل كوميدي أنا لسه معرفش بس مذكرات زوج كده شكلها كده كوميدي اجتماعي هنعرف بعدين دنيا سمير غانم رجع السنة دي بمسلسل 15 حلقة جات سليمة 15 حلقة دنيا جسامير غانم معاها شيرين محمد سلام سامي مغوري محمد ساروت وإخراج إسلام خيري وهو مسلسل فانتازيا كوميدي لازم دنيا تعمل لنا كوميدي وطبعا بنتمنى لها التوفيق أيضا بنتمنى لهم كلهم التوفيق الحقيقة الكتيبة 101 آسر يسين عمر يوسف ودول يعني اتنين كبار في مسلسل واحد تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة ده بقى مسلسل 20 حلقة فقط ودي جديدة قصة 20 حلقة دي لأول مرة يكون عندنا مسلسل 20 حلقة هنحاول نفهم خلال الأيام القادمة ليه 20 حلقة ليه 15 حلقة ولكن بنقول لكم السنة دي عندنا يعني توليفة كده عندنا جرعة تاريخية اجتماعية كوميدية قضايا لها علاقة بالمرأة مسلسلات 30 حلقة 20 حلقة 15 حلقة نتمنى أن تستمتعوا بها جميعا في رمضان ده أول كشف لمسلسلاتنا في رمضان في الأيام الجاية هناخد بقى مسلسل مسلسل ونبتدي نتكلم عليه ونستضيف بقى الكتاب والمخرجين ويمكن الفنانين اللي كلهم كل الاستوديوات دلوقتي زحمة كل الناس مشغولين في التصوير نتمنى لهم كل التوفيق عشان بيمتعونا ونستمتع بيهم ونستفيد أيضا في رمضان كل سنة وانتوا طيبين السنة بتجريب سرعة جدا ورمضان خلاص ايه 22 بتهيالي مارس خلال يعني 3 أسابيع أو يعني تقريبا شهر من دلوقتي اشتركوا في القناة